أعلن بيته الزكاة عن توفر عدد من المنح الدراسية لفئة غير محدد الجنسي من مستفيد بيت الزكاة من الحاصلين على شهادة ثنوية العمل لدراسة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هذه المنح جاءت من شعور البيت بأهمية التحصيل العلمي لهؤلاء الأبناء من أجل تأهيلهم للعمل أمة كانت بدايتها أحرف من كتاب الله عز وجل اقرأ منهج يتبعه الكثيرون من الجمعية والمؤسسات الخيرية وخاصة بيت الزكاة الذي خصص مشروعا مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لطالب العلم الأكاديمية منح العشر كراسي لاستكمال الدراسة في كليات التطبيقي وهذه المنح مخصصة لأبناء الأسر المسجلة لدى بيت الزكاة وهم أبناء غير محدد الجنسية للحاصل على الشهادة الثانية العامة لاستكمال دراستهم والحصول على شهادات أكاديمية تستطيع من خلالها العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأسرهم يتم تقديم طلب الحصول على هذه المنح من خلال موقع بيت الزكاة مع العلم بأن هذه الطلبات تخضع لشروط القبول المعتمدة لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويرفعون الأسماء لنا وتتم الفلترة النهاية عن طريق عمادة القبول والتسجيل عندنا في الهيئة العامة للتعليم التطبيق وبعدها نزودهم بالموافقات التي تمت على الطلب ومن ثم تتولى عمادة شون الطلب عندنا برعاية الطلب من القبول إلى التخرج أما عن مزايا المنح فهي كثيرة ومتنوعة تمنح للطالب أهمها المخصصات المالية وبالتالي هي المزايا تقدم للجميع كون الطالب غير مقيم مع ولي أمرا فيتمتع بالسكن ويتمتع بالوجبات الغذائية التي تقدم داخل السكن هذه المنح جاءت من الشعور بالمسؤولية من الطرفين بأهمية التحصيل العلمي لهؤلاء الأبناء من أجل تأهيلهم لبناء مستقبلهما مروا محروم تلفزيون دولة الكويت